السلام عليكم حبيباتي كديري اللبس عليكم تمنىكم تكونوا بخير امركم كله على خير ان شاء الله دائما ناشطين وفرحانين وسعادة الابتسامة يا ربي امين ما تفرق شجوهكم كنشكركم بزاف اخواتي كيف العادة ما يمكنش نبدأ اي فيديو بلا ما نشكركم لهليخطيكم شكرا على تعليقاتكم طيبة اللي دائما كتخليوا ليالهليخطيكم مالية مرحبا والف مرحبا بالمشتركين جدا لعادل تحقوا بالقناة مرحبا بيكم في العائلة الكبيرة ديالنا والمتباضعة مرحبا بيكم نور توني اليوم غادي نقدمنيكم الجديد في الكيكاد الـ 2021 وفي المولج جديد كيتجي رائعة وخنقول عليها اي كلمة متوفيهاش حقها اللي ما جربهاش صراحة رمجربت حاجة جربوها البنات صدقوني غادي ولي معتمدة عندكم والله البنات ما كتشت فيها احتشي فرتوتا يعني كتكلف ساعتها كتجي فنة فنة بنينا بوحد الحشوة غزارة لدقها اكيد غادي طلب المقادير كنت من البنات من كل قلب يتجربوها لانه فعلا كتجي هائلة وبطبيعة الحال ممكن تدروها في اي مول مش يغي هاد المول هذا يعني بالضرورة خاصكم تقلبوا على هاد المول ديروا اي مول عندكم وخد دائري او لا اي مول الى عجبكم الفيديو اخواتي كيف عادة واخركم كات بخلو علي بلي جيم ديروا جيم البنات فقط للتجيع باش انت انا نستمر وما نبقاش نبخل عليكم بالوصفات السهلة والاقتصادية والجديد اكيد في البساطة فبالنسبة للمقادير بسم الله على بركتي الله عندي هنا ثلاثة ديال البيضات اللي كيكونوا صغار كيف كتلاحظوا معي ان البيض اللي عندي صغير بزاف الى عندكم البيض كبير كتديروا غيجو جبيضات عندي هنا مية ميلي لتر ديال الزيت نباتية او للزيت العادية مية ميلي لتر اللي هي كاس عنبه مع مرش او لكاس قل 4 مية قرام ديال السكر حبيبات او للسكر سنيدة مية قرام لهي كاس عنبه قل 4 ومية وعشرة قرام ديال يوغورت او للزبادي دانون بالنكهة ديال الفاني اه علبة ديال جوجدراهم بالنكهة الفاني احسن لانك التوتى بزاف مع هاد المكونات سكر منسا بالفاني 7 جرام 16 جرام ديال بيكين بودر او لخميرة الحلويات 16 جرام ليهي جوج ديال الصشيات قبيصة ديال الملحة وميتين جرام ديال دقيق الابيض او للفارينا ميتين جرام ليهي جوج لكيسن ديال العنبه وتيب قد دقيق حسب الخالط منخول او طبيعة الحال النوع جيد اما بالنسبة الحشوة باش غنحشيو هاد الكيكا عندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر معلقة كبيرة او لسبعة جرام الاحسن يكون الكاكاو نوعية جيدة معلقة صغيرة ديال القرفة وعندي هنا تقريبا واحد اربعات ديال الحبات ديال القرقع او للجوز اه القرقع اه كان اخدو ربعات ديال الحبات وكنفرتوه بيدينا يعني كانقطعوه طريفات صغار وكنحاولو نصهدو شوية في المقلة باش كتحيد منو ديال رطوبهم كيعطيناش واحد الماداق ديال الغمولة في الكيكا فضروري مكتصهدو شوي وتفرتوها كحبيبات صغار عندي ثلاثة المعالقة ديال السكر الاصمر او للسكر الاشقر ثلاثة ديال المعالقة كبار واللي ما عندوش هاد السكر الاصمر ممكن يدير السكر العادي تيبقى لكم الاختيار ولكن الصراحة هاد السكر كيعطي ماداق زوين اه وبطبيعة الحال غنحتاجوا معلقة كبيرة ديال الخل بالنسبة كيكا فغادي نخلطو اول اول حاجه هاد المكونات ديال الحشوة كنديرو دوك تقريبا واحد ثلاثة معالقة ديال قرقاع مهرمش المصهد شوية معدوك ثلاثة المعالقة ديال سكر البني او للسكر الاشقار مع معالقة كبيرة ديال كاكا والمر ومعالقة صغيرة ديال القرفة انا كتعجبني القرفة بزاف وانتو مكيبقى لكم الاختيار يعني الكمية ليديرو غادي نخلطو هاد المكونات اول حاجه مع بعض نحضر الكيكا نقوم بإناء قبيسة الملح ثلاثة بيضات صغار سكر منسبة 7 جرام نضيفه بطراب الكهربائي أو بطراب المكسر نضيفه ثانية بشوية بشوية لكي تغير اللون 100 جرام نضيفه ثانية بطراب الكهربائي يضيف لون البيض بشوية من فاتح يمكنك أن تغير مكسر أو لأي شيء بعد أن تغير اللون البيض نضيف الزيت بشوية بشوية و نضيفه خفيف الكيكا و يأتي خفيف كثير من الريش بعد أن نضيف الزيت مع مرش نضيف العلبة اليوغورت 100 قرام كيف قلت لكم يعني 110 قرام علبة دي الجوج دراهم وغادي نخلط مزيان وغادي نضيف الدقيق كيبقى على حسب الخالط انا قلت لكم 200 قرام حيتي هي لي كفاتني مع جوج دي الخمارات 16 قرام جوج دي الصشيات صفي وكن مقاو نضيفه الدقيق بشوية 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 وحنا كنخلطه اضطره بالكهربائي باش كيندمجوا المكونات مع بعدياتهم مهم انا كنضيف عيني ميزاني تقريبا حت في اللول حطيت فاز لفة 250 قرام لكن مستعملتهاش كاملة يعني انت كنت تحصلوا على القوام دي الكيك اللي معودكم بها وكنضيفه معلقة كبيرة دي الخل ما تنسوهاش كتزيدنا خفة الكيك هنتوما القوام ديالو كيجي بحال هكا يعني اتقدرو ما تفوتوش قاع ميتين قرام على حسب هنتوما الكمية اللي شاطت لي من 250 قرام سنخلط مزيان هاد الخاليط وكنتحصل عليه بحال هكا يعني كيجي القوام ديالو دائما مليكا نديرو به رقم ثمانية ما كيقطعش ومليكا نهزوها كيب سباتين ما تيقطعش ضغيا هنتوما سفي هاد الخاليط ديبا غادي نقسموه النصفين يعني هنديرو النصف هاد زلافة ونصف هاد زلافة لانه غادي نديرو ديك الحشوة في الوسط باش كتجينه في الوسط كتعطي واحد البنا خاطيرة كيكا فريدة من نوعيها رهيبة خاطيرة قاع مصطلحة البنات سفي هنين بعد ما كنقسم ذاك الخاليط للنصفين هنا عندي ذاك المول جديد اللي جابت لي الحبيبة زكي يا عالم زكي يلا حفظها صراحة ملقيتوش هنا وجابتو لي يمسكين الله يسهل عليها دارتها لي غير مفاجأة وجابتو عجبني بثاف دهنتو في الزبدة ورشي طب الضقيق مهم البنات ديرو اي مول عندكم ديرو حتى ذاك المول اللي فيه تقيبة في الوسط رهي ماشي مشكل غي تبعو نفس الطريقة غادي ندير لفت زين وكل شي غيجيكو معو ثاني على حسب المنظر ديال المول دي لكم اه ممكن ديرو حتى المول العجيب الى بغيتو مهم كان اخد ديك بطبيعة الحال من دهون بالزبدة ومرشوشو بالتقيق اكيد اه كان اخد ديك زلافة اللي درت فيها النصف الكمية ديال الكيك وكان حاول نكبو كان قادو يعني كان ساويه كطبقة اولى من بعد كان نرش عليها كي هاد الحشوة هادي اللي فيها الكاكا والمر والقرفا ودك القرقع مهرماش وهذا والسكر الاصمر كان حاول نوزعها هكا على دك الطبقة ديال الكيك كاملة وكان اخدو النصف الثاني وكان حاولو هكا نغطو به الحشوة هنتم بها الطريقة هادي يعني نحاولو نغطوه ونحاولو نحركوه باش كتجينا هاد الكيكا متساوية ما تجينا لجيها طلعا لجيها هبطة يعني جينا متساوية غنحاول نكمل هكا الكمية ديال مهم غير انتم مقسموا على ججرة غديك فيكم وتبعوا الطريقة اللي واضحة في الفيديو البنات صافي غدين لحس انا متن خلي كل شي كل شي كنديرو لا لي الضايع صافي غدين نحاولو نقذب ها الطريقة هادي وغادي ندخلو الفران نحاولو نحركو غيبها كما نضربوش به باش ما كيخروش شدك لهو اللي فيه ندخلوه الفران كيكون بارد كي نشعلو عليه من التحت حتى كي يطب ويتنفخ عاد نشعلو عليه من الفوق اه يتحمر مهم ضروري الفران يكون بارد باش يطبع على خاطره وهذا والشكل ديالهم بعد ما كنخرجوه من الفران كي يجي خفيف وكنخلي حتى كي يبرد في المول عاد كنقلبوه في التبصل باش هكا نتأكدو انه ما غاديش يتهرس لنا ولا شي حاج خليته تبرد عاد قلبتوه في التبصل ودبا غادي نديرو الحوشوه هادا غادي نديروه باش غادي نزينو هاد الكيكا لان هاد الكيكا كي يجي معها بزاف المعداق ديال الفرماج مع نيسلي او الحليب المركز المحلى خديت جوج ديال القطع ديال الفرماج لا فاشكيري او لاي نوع وزدت عليها تقريبا واحد ربعات المعالقة ديال الحليب المركز محلى وخلطهم زيان مع بعضياتهم وصفيتهم في واحد صفاية باش ما كيبقوش هدو كل حبيبات ديال الفرماج حركتهم زيان هنتو ما كيف كانت تحصلوا عليه ده با كنحاولو نكبو هادا كالخ الحفرة اللي في الواسط وكان اخذو هاكا نيسلي او الحليب المركز محلى كنزينو بها هاد هاد الوريضات هادو باش يعطينا واحد لمنظر مغير وخديت شوية طعش شوكولات دوبتو في الباماغي ودرتوها في واحد البلاستيكا وكان حاول ندير الشكل ديال ملفي هاكا كندير خطوط وكان اخد واحد لكي يغضو وكانزين به هاد طريقة هادي باش تعطينا واحد لمنظر مختلف عندي انا واحد الكويرات ديال الشوكولات فحاولت نزين بهم دائما تيكونوا عندي تيعتوا واحد المنظر زوين صافي وغادي نزين اخر حاجة بشوية تعال الورد باش كيهرس لنا ذك الالوان وكيعطينا واحد لمنظر زوين في الزين وهادي هي الكيكا كي تجي هائلة اي كلمة غادي نقولها قليلة فحقها والله هالبنات الى كتستحق التجربة وانتو ما ديروا اي مول عندكم كانت سنة بالضبط الطبيقات ديالكم في هاد الوصفة اللي جربت الوصفة وصورات هاد صيفتها ليه في الواتساب غنخلي لكم الواتساب في صندوق الوصف اه فعلا بنينا بنينا غير باش نقول لكم واحد الحاجة لبنات انا مول ضار ما تي اكلش الكيكا بصيفة نهائية مشيتي ماشي كي يكل هاش يعني اكلها مرة في قليل لكن هادي حمقاتورة ما شاء الله كترف اللول والثاني والثالث ما شاء الله جيت بنينا خصوصا خصوصا مع شي كاس ديال القهوة بالحليب ولاشي حاجة كتعطي واحد لما دا قزوين اركو معار في القرفة وهاد الكيكا را كتشبه لدك الفطائر ديال سني بوتو لما نعرف ماذا ده بمشت لي اسمينتو عانتو ما دائما كان قطع الحاجة قدامكم باش شوفو كتجي خفيفة اكتر من ريش ما كتجي البنات لم دقصة لم عجنجتها شي حاجة والله لكتجي خفيفة عانتو ما كلها مشاهدة من الداخل وديك الحشوة كتعطيها واحد الماضاق مع ديك الصلصة لدرنا ديال الفرماج مع ديك الحليب المركز را كتزيدها للدهائلة جربوها كيف ما هكشفتوها ديروها في المول الدائري بنفس تزين را غا تجيكم شي حاجة اللي وعرة اكيد كان اكل معكم وكان دوقكم مكرهتكم شصراحة كن كينا شي طريقة باش ندوقكم كاملين تشوفو الكيكا كيف جاتكم جربوها اخواتي ان شاء الله تعجبكم الى اجيكم فيديو ديرو جيم فقط للتجيع شكرا لكم يا اغلى الناس على تجيعاتكم على كلامكم الطيب اللي هل يخطيكم عليا والله يكبر بكم خليت لكم الفراحة خليت لكم الخير ولهنا واي حاجة زوينة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة